اشتركوا في القناة 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 فتكون أنا شايفها هي كتابات متفائلة أكثر يعني أنت ما يأس زي الجماعة الباقي لا أفتكر لأنه في أمثلة كثيرة حول العالم موجودة استطاعت بعزمي من الدولة والشعبها أنه يخرج من الأزمة الاقتصادية هو طبعا بمقاربة كده القارئ السوداني ممكن يكون ما وقع عليه من كتابات اقتصادية زهدته كده بأنه يخذي كلها كتابة متخصصة كده ففكرة أنه اقتصاد علم قائم بذاته دون تداخله مع العلوم الاجتماعية أفتكر أنت كسرت الحاجز ده صحيح صحيح لأنه هو فعلا الكتابة الجاذبة لازم تلمس المجتمع ويعني تشركه في المشكلة نفسها فأنا أفتكر أنه الكتابة الاقتصادية كأرقام الآن حتى عالمياً اختفت الكتابة الآن في مفاهيم التنمية المستدامة مفاهيم التنمية المستدامة دائماً بتدخل الأبعاد الاجتماعية والبيئية ضمن الأبعاد الاقتصادية وبالإضافة لأنه هي يعني بتهتم بمفهوم الموارد وصيانتها والاهتمام بها لغرضين يعني للغرض السكان الحاليين والأجيال القادمة فدي بتخلي يعني الناس بتنظر للوضع الحالي والمستقبل ده اللي هو الاقتصاد الدائم أول يعني المستدام جميل التنمية والنزاهة طبعاً خلينا لمصلحة المشاهدين كذلك نحاول نفكك معك العنوان ده يبدو أنه في علاقة ما ترابطية بين التنمية وبين النزاهة علاقة وسيغة طيب التنمية زي ما ذكرت إنها هي بتهتم بالأبعاد الاجتماعية والإنسان فالإنسان جزء من السلوكه يعني جزء من السلوك هو المهارات الاهتمام بالمواطنة النزاهة جزء من السلوك العام بتاع المجتمع فإذا كان المجتمع بيتسم بالصفات اللي هي النزاهة بيكتسبها أو بيتعلمها بالضرورة التنمية بتكون ما شايفة الاتجاه الصحيح فإذا نقص النزاهة معيق للتنمية أنا بفتكر كده هم هي النزاهة كيف ووضع كيف عندنا لا هي ما بنقدر نقيس إنه نزاهة موجودة لكن هي مسألة نسبية أنا دائما عارف أستاذ غسام بقول إنه لما تتحدث عن الإنسان لازم تتحدث بصورة نسبية نسبية طبعا لا أنه طبعا يعني ما بنقدر نسا نقول العالم المتطور والعالم الخارجي هو كله نزيه حتى لو كان يعني نظوم فيها حوكم وديمقراطية وكذلك والعكس صحيح برضو في السودان ما بنقدر نجمل لكن دائما بناخد السيمة العامة والسيمة العامة في السودان يعني هي نقص النزاهة مش لأن الناس بتتعمد نقص النزاهة لكن لأن هي يعني هي مهارة بتكتسب وهي أنظمة حاكمة يعني الحوكمة في العمل في المبتمع في الدولة نفسها بالإضافة لأنه يعني النزاهة هي يعني من المهارات اللي بتدرس في المدارس يمكن يعني يمكن فيه مفاهيم جديدة إحنا ممكن نتطرق لها يعني هي بتتكلم إنه النزاهة هو سلوك إنساني أو وقداني بيربى على المفهومة الواطنة عندك حقوق واجبات تمام فلما ما تتعدى على حقوق الآخرين وتحترم يعني الحدود بتاعت حقوقك فإنت كده بتتعمل بحاكمية القانون يعني ده التعبير الأمثل يعني أفتك أي جدول بكتب كتاب عنده غرض وطبيعة الحال أكي يعني يختار موضوع ما وبالتالي حتى العنوان الجانبي إشكاليات الاقتصاد السوداني يبدو فيما كثيرة طبعا أكي يعني لكن تخترت منه الموضوع ده أو الموضوعين ديلي الكتاب أنا بصراحة أستاذ غسان أنا يعني بنيته يعني عن عمد يعني بتفكير مسبق إنه أنا عايزة أطرق لسلاثة موضوعات بأعتقد إنه فيه ترابط وسيق بيناتهم تمام القاعدة الأساسية لو خلينا ناخده في شكل مسلس القاعدة الأساسية بتاعته هي الموارد وصيانتها الآن دائما بفكر إنه الموارد دي حق الآن للجيل الحالي والمستقبل الموارد وصيانتها بتستند على ركيزتين آخرين في المسلس دي الإنسان وبناؤه لأنه هو الإنسان المحرك للاقتصاد عموما تمام الجانب الآخر النزاهة وأدواتها إذا وجدت هذه الأركان يبقى بالتالي القاعدة هي بتكون في مأمن يعني وبتشكل لنا اقتصاد مستدام وآمن يعني يعني أنا مش متخصص لكن أحيانا حينما ننظر أو نقرأ تعبير النزاهة يبدو وجهه الآخر الفساد مش كده أكيد هو يعني أشبه بالوقاية خير من العلاج هو بسموه خطة دفاع الأول إذا أنت وضحت الأسس والقواعد يعني للحاكمية القانون يبقى الاختراق للقانون بيكون أخفى فبالتالي بتكون الفساد حجمه أقل يعني يعني بالله البيعيق التنمية بشكل رئيس غياب النزاهة بالتأكيد بالشكل رئيس يعني إذا غابت النزاهة مباشرة بيأسر على موضوع التنمية بالضبط كده لأنه أنت يعني بتخترق القوانين والنظم ثم ظاهر الحاجة دي يعني عندك لا تمثيلات كده بمجتمع مثلا يعني المجتمع السوداني دايما بتكلمه هو مجتمع يعني مترابط فيه فيه يعني تكوينه نفسه هو براعي الانتماءات بكافة نواعه سواء كانت قبلية اجتماعية حتى أسرية صحيح بدي اعتبار كبير فدائما الناس عندها مخاوف من الخروج عن المألوف فبتراعي أنه نظرة المجتمع ليها والمجتمع هي تنتمي ليه فبتحاول يعني ما عايزة نقول تخرغ القانون لكن بتجي على القانون إذا كان بتعارض مع الانتماءات اللي هي يعني بالله بالتراتب والترتيب كده انتماءات أعلى من القانون في كثير من الأحيان لأنه السودان عارف يفتقد لنوعية من التفكير يمكن أنا تحدثت عنها في كتاب أنا يوى تفكير الناقضة فهو النوعية التفكير المجرد هو جزء من المشكلة يعني عشان نقرب للناس يعني نزول في مكان وظيفة ما يملك سلطة ما يستعد أن يخرق قوانين هذه الوظيفة إذا جاود دعمه ولا جاو أخوه ولا جزء قريب هو ما بيعتبره يعني ممكن التسمية طبعا بتكون عندها يعني برنامج خفة يعني يعني ما بتسمينه أنا عايز أخرغ القانون لكن هو عايز يرضي الانتماءات ما خرقه لكن النتيجة أنه خرق القانون يعني هو بالضبط كده بالضبط كده باللغة دي مقدمة على لكن حتى يعني المجتمع ما بيستنكر هو بيستنكر المجتمع إذا هو رفض رفض لأنه بيعتبره ما يعني تخلى عن الانتماء فالمفاهيم العامة أنه الناس ما بتحاول تخرج عن المألوف يعني فبتبقى المسألة متوارسة ومتوالية يعني دي مشكلة اجتماعية دي مشكلة اجتماعية في الأساس هي بتحتاج حلول يعني والحلول موجودة لأنه في تجارب كثيرة لها يعني في حولنا في العالم يعني هو بيرى أنه الانتماء عنده أقوى من كل شيء لأنه هو تربأ ونشأ على المعنى ده على هذا المعنى فإنت ده أثر على العمل يا دكتور يعني معكاس السلبي بالتأكيد أنت ممكن تضع الشخص الغير مناسب في مكان مثلا هو ما جدير به أو على الأقل في أحقية بالتراتو بأنه فيه ممكن كان شخص يمكن يكون قبله لا تقلع بك صحته على السنة الليلة لو عندك أي حاجة كده عاوز تقضي يعني يعني عندي دول قريبة في المصلحة الفلانية أو بتسأل مسبغة أنه هالفيزور بتعرف دول هناك بالضبط بيده شغال بالمرور مثلا ولا شغال وين صحيح؟ والموضوع عنده عالي طبعا يعني ما في استنكار وهي خرقي القانون ما في استنكار لها ما في استنكار لها من عكس أنه حق مجبور أن تسوي لي جزء من أنك واجباتك الاجتماعية أنك تقوم بما أنك موجود في المكان ده زي أن تخدم الناس هو طبعا أنك مدعلقة بمفهوم الحوكم والحاكمية وبعدين إذا كان فعلا أنظمة والأنظمة سهلة الناس ما يحتاجوا كان هو أصلا أنهما يلجأوا لشخص لكن لأنه يعني ما في أنظمة سابتة وما في يعني ترتيب يعني مثلا الممكن الآن حديثا دخلت في بعض المؤسسات اللي هو مثلا أنت بتقطع تسكر عشان تاخد دورك ترتيب عشان ما يعني ما يكون في خرق للترتيب وهكذا فدي أشياء اللي هو العالم كله بره بيشتغلها في الترتيب الناس مثلا بيصفوا في الصف يعني لتاخذ يعني دورك في أي خدمة أو كده لأن الأشياء دي ما موجودة فالناس بتستخلم الأسلوب الثاني اللي هو أنت يعني يعني تشوف من معارفك وسيلة لأنك تحصل عليه خدمتك مع أنه هي مفروضة الخدمة إذا أنت بتستحقها ما تحتاج أنك يكون فيه واسطة مثلا بالنسبة لي الواسطة فاعلية برضو بيضر بالتنمية بالتأكيد لأنه هي طبعا يعني هي في جانب ممكن يكون هو يعني ما خرق اللي هو ممكن فيه إضرار برالغير لكن ممكن يكون في جانب يعني أخذ حق شخص يعني ده هو اللي هو بيكون هنا حوكمة منتفية الكتاب برضو مصلحة المشاهدين بيتكون من ثلاثة فصول الفصول الأول أرادت الدكتورة أن تقول بناء ثقافة النزاهة ولذلك اختارت في المادة الأولى أن تكتب تحت عنوان حول ثقافة النزاهة في السودان ثم حول النزاهة التجارية في السودان النزاهة التجارية المصطلح هذا معناه وش이나؟ في الأحوال التجارية اللي هو في المعاملات التجارية البيع والشراء البيع والشراء عموما الحكت الداخلي والخارجي فيه عدم يعني هو أسالب من أسالب التحايل عموماً في تغيير مثلاً أرقام الفواتير حتى الإدلاع مثلاً بالأرقام الحقيقية للضرائب يعني فيه في تحايل في التجارة اللي هده بسموه نقص النزاهة في التجارة ثم الفصل الثاني أنسنة التنمية نجد فيه حول أنسنة التنمية في السودان والتفكير الناقض وبناء السودان والتنمية المستدامة والمستدامة القوية في إفريقيا الفصل الثالث السودان والموارد أنسنة التنمية طيب ده مصطلح دائر شريح طبعا هو أنا أحتبره مصطلح حديث نسبيا تمام يعني لما من كلمة أنسن هو بيهتم بالإنسان فيبقى هو يعني يعرفوه أنه هو محاولة تقليل من المشاكل يعني اللي هي بتأثر على حقوق الإنسان فهما بحاول يخففوا منها بحيث أن الإنسان يحصل على حقوقه فلما تأنسن أي خدمة أنت بتضع الاعتبار آت الإنسانية فيها ده المفهومة التعريفة كده الغرض منها الأنسن أنه يعني اللي هم تكلمنا عن التنمية أنه في دمج للأبعاد الاجتماعية والإنسانية داخل الأبعاد الاختصادية أنا طبعا بحكم الاختصاد دائما بركز على أنه الإدماج الحقوق الإنسانية في الموارد في مفهومة الاقتصادية عموما يعني ده الأنسنة بتاعت التنمية الإنسان محور التنمية محور التنمية وكل الموارد الحاوله هي بتسخر لخدمته دائما وبنضيف الحفاظ عليه حقوقه الأجيال الأخرى قبل ما نقشل يعني نفهم برضو أكتر هل نصف الإنسان بنصفه أنه غير مؤنسا؟ بمعنى الإنسان ما محور قضيته رئيسي؟ في كثير من الأحوال شنو مظاهر الحقيقة؟ الغالبية يعني يعني إذا أنت بيتراعي الأنسنة مثلا أقول لك على التنمية المستدامة الأهم المتحدة وضعت لها أهداف وهي بيعتبرها مثلا أهداف غير ملجمة قانونيا لكن هي الأهم المتحدة عايزة ساعد الدول الأقل لنموا فهي وضعت أفكار أو يعني سبع أهداف هي كلها محور الإنسان زي التعليم واستدامة السلام حفاظ على الموارد مثلا المساواة بين الجنسين كل يعني وبقية الأهداف الأهداف دي وضعت لها خطة زمنية في حدود من 2015 إنه في حدود 15 عام أخرى لغاية 2020-30 إنه هذا الدول إذا استطاعت إنها تدخل هذه الأهداف ضمن استراتيجيات بتاعت الدولة في الإصلاح الاختصادي والاجتماعي إنه الدول تستطيع يعني تحصل على الاستدامة في التنمية الأهداف دي هي أهداف إنسانية بحتة بتهتم بكل ما يراي الإنسان فنحن من الدول اللي إحنا عندنا مشاكل تنموية بالطبع فبالتالي ما أدمجنا يعني أنا ما شفت أو قرأت إنه مثلا في خطة استراتيجية متضمنة هذه الأهداف عايزة أضيف حاجة أخرى أستاذ غساني إنه مثلا الاتحاد الأفريقي ونحن دولة أفريقية أخذ هذه الأهداف في نفس العامة لأصدرته الأمم المتحدة في 2015 قالت هي الأهداف دي هي محتاجة تطبك في أفريقيا مع تغيير الفترة الزمنية يعني العالم كله مثلا الدول باختلاف إنها موجودة في أي قارة الغارة أفريقية الاتحاد الأفريقي بيقول إنها بتحتاج لغاية عام عشرين تلاتة وستين خمسين عاما من تركيز وضع استراتيجيات للأهداف السبع الغرض منها إنه الوضع في الأفريقية سواء الاقتصاد الأمني السلام النزاعات القبلية سوء استغلال الموارد كافة المشاكل الاقتصادية والتنموية والسلام والتخلص من الحروب القبلية والاختلافات وهكذا السودان إحنا ما بعيدين من إحنا دولة أفريقية بنعيش نفس المشاكل فأنا كنت بتمنى أنه يعني أنه توضع أهداف تنمية مستدامة على نسخ الاتحاد الأفريقي ونحن أعضاء مؤسرين فيه يعني بافتك فما أنا لقيت أن حسب معلوماتي ما وجدت هذا الشيء لشان كده أنا بقدر أصف أنه الاقتصاد السوداني بعيد عن أنسنة التنمية وطايلة الدولة مرة تقول لك عندنا مشروع تنمية عشرية مش عارف خطة خمسية خطة مش عارفية ده كله دي فترات قصيرة أنا بيعتبرها بالنسبة للمشاكل المعقدة الموجودة في السودان والدول الأفريقية دي فترة بسيطة ما بتعمل يعني علاج جزري للمشاكل فالفترات الطويلة هي بتكون بتأثير في الإنسان نفسه عشان هو يساعد في حل المشاكل فمثلا ناخد خلينا ناخد مثال التعليم التعليم في السودان يعني يمكن كان زي زي التعليم في العالم كله في فترة الستينيات بصفوه بالجودة الآن مثلا السودان والواقع أنه في كسرة في المؤسسات التعليمية وفي عوز في جودة التعليم العوز ده يعني نتاجه أنه ما في تطوير للمناهج ما في أنسنة للتعليم نفسه إدخال المفاهيم الاجتماعية والمجتمعية داخل التعليم التعليم في السودان يعني عموما إحنا نتكلم إنما نتكلم عن التعليم يقول هو حق من حقوق الإنسان أهداف التنمية المستدامة قالت يعني هو التعليف ده ما كافي إحنا لازم نقول إنه التعليم الجيد هو حق من حقوق الإنسان لأنه ليكفي إنه شخص يعني يستطيع أنه يكتب ويقرأ أو يعني ترفع الأمية الكتابة وعنه يعني والقراءة كده لكن الآن التعليم أخذ مراحل بالأبعاد التطور المنفتح في العالم والعولمة والتقنية يعني التعليم السوداني بتنقص المسألة دي بالإضافة لأنه يعني أنا بشوف أنه مثلا الطلبة نفسهم أو التلاميذ عندهم الآن زي مزاع أو يعني عدم يعني توازن بين ما يجدوه في العالم الإنترنت وبين الواقع مش كده والواقع اللهم بيدرسوه مختلف تماما يعني يعني بالله رغم الكسر الكاثر من المؤسسات التعليمي دي إلا أنه تنطبق على شروط جودة التعليم لا تنطبق يعني الانتشار كمي كده أكثر منه بالضبط كده هو يعني كسر في التعليم وعوز في الجودة نبدأ نسميه طبعا الناس اللي بيسموا الحلقة دي وبيحضروا الحلقة دي بيسألوا في قضايا اقتصاد وعن تأثيرا مباشر يعني وأنا عارف أني أنت من القائلين والكاتبين بأنه لا ثمت حدود بين الاقتصادي والاجتماعي والإنساني وكذا وبالتالي محور النقد ممكن ينطلق برضو أو ينصرف ناحية الإنسان السوداني نفسه يعني اللي هو كمعوق من معوقات التنمية تتفق معاي في التذكير؟ صحيح وذاته معوق كتير لأنه أنا لحظة يبتلك في الكتابة إذا وضع أنت مسلس أنه أنا فردت له ضلع كامل أنه بناء الإنسان تتذكر لمينة عنه بالله يبقى عوغل التنمية شكيرته شنور؟ عارف الإنسان السوداني هو يعني طبعا ما هو مش مشكلته كإنسان مشكلته في تنميته في بنائه الإنسان شأنه شأن الموارد الأخرى بيحتاج تنمية وصيانة والمسألة دي هي مسألة تراتبية يعني لازم تمشي بالترتيب وتمشي في اتجاه أنه إضافة المعرفة إضافة نوعية مختلفة من التفكير عشان يعني أول حيث يفهم مفهوم المواطنة دائما عارف أستاذ غسان التنمية الممتحدة نفسها قالت يعني الاستدامة في التنمية بتحتاج مشاركة من الحكومات والمجتمعات والأفراد نفسهم يعني هما التلاتة يعني أي واحد مفرد لا يستطيع يحقق العمل ده ولو لاحظت الآن يعني 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 العولة ما شوي فرضت بعض يعني أطفت لنا يعني التغييرات أنا بسميها طفيفة إنه مثلا حتى فيه تكوينات شبابية بيعملوا بيشتغلوا على مثلا الخدمة المجتمعية من نفسهم بيكونوا جمعيات لخدمة مجتمعهم والبيئة لهم حولها وده يعني ثغافة ما موجودة في المناهج والدولة نفسها إنها هي وضعت إنه الناس يكون إنسان فاعل في المجتمع لكن هما بيكتسبوها عن طريق العولة ما أنا بفتكر يعني أنا دار أقول ملاحظاتك أنت نفسها كمتخصصة نعم حول مظاهر يعني أنا دار أقول فشل التنمية بسبب إنسان السودان لكن ذا ملاحظاتك الاجتماعية حول أنه إيه مظاهر السلوك التي تؤثر سلبا على الاقتصاد أنت يعني حتقودنا طوال إنه نتحدث عن مفهوم يعني حيث ما التفكير الناقد تمام التفكير الناقد ده هو برضو من المفاهيم الحديثة الآن موجودة بيستخدموها يعني يعني بيقصدوا بيها يعني معناها هي عندها عدد من التعريفات نعم مثلا علماء النفس عندهم لا تعريف الفلاسفة لكن خلينا ناخد تعريف مختصر منهم الاثنين إنه هو عبارة عن إعمال العقل والتفكير بصورة موضوعية ومنطقية عشان كده نتضاقي ناس الفلسفة داخلين في الموضوع نعم نتكلم عن منطق بيكون في فلسفة لكن التفكير الناقد ده هو أسلوب بخلي الإنسان عنده مهارات ولدانية ومهارات معرفية طيب خلينا نطلع فاصل قصير جدا جدا محمد ونرجع نشوف برضو لأنه أنا أعرف عنك تماما أنه عندك ملاحظات على طبيعة السلوك بتاعت السودانين وهي تأثير السلبي على الاقتصاد خلونا بعد هذا الفاصل نواصل النقاش في هذا الكتاب الذي صدر حديثا للدكتور النازك اللي هاشبي بعنوان التنمية والنزاهة إشكاليات اقتصاد السوداني كونوا معا مرحبا بكم ومرحبا لازلنا في الوراق في هذه الحلقة التي نناقش فيها هذا الكتاب الذي صدر حديثا بعنوان التنمية والنزاهة إشكاليات الاقتصاد السوداني الدكتور النازك حامد دكتور مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك خلينا نقرأ من المقدمة التي كتب دكتور محمد الفاتح عبد الوهاب لقد شدني تناول الكاتبة دكتور النازك حامد بجرأتها المحمودة علاقة التعليم بأنسنة التنمية مشددة ومؤكدة على أمن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسي وتجدني وافق بشدة على إصرار إدراج حقوق الإنسان في برامج التعليم بطرق حديثة ومتدرجة حتى يساهم التعليم في عمليات دفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل ويعزز من التماسك الاجتماعي والنمو لأن الاستثمار في التعليم أمرا بالغة لهمية لتنمية رأس المال البشري الذي سيخفف من الفقر المطقع فالتعليم الجيد لا يحسن الحياة فقط بل هو الحياة نفسها كنت قاطعت قبل الفاصل كنت عدتك المعنى عن تفكير الناقض تعريفات استخدمت يا أتو تعريف أنا أخذت من التعريفين الموجود في العلم النفس وفي الفلاسفة التعريف الناقض هو عبارة عن أن الإنسان يعمل العقل والمنطق يأخذ كم وافر من المعلومات المؤكدة يحللها تحليل ينظر للأمور بنظرة كلية في حيادية يعني ما في أحكام مسبقة على الأحداث على الأشخاص إلا من واقع المعلومات المؤكدة التفكير الناقضة الآن الدول التي تستهدف المورد البشر الإنسان في التنمية هي بتدخل حتى في التعليم كل مرحلة تعليمية عندها جرعة من التفكير الناقض عشان تقدر نحصل على إنسان هو تفكير منطقي عقلاني عقلاني حيادي موضوعي كده وتوصلنا حتى لمرحلة الديمغراطية لأنك أنت بتقبل الرأي والرأي الآخر بتعرف حقوقك وواجباتك هذا غايب يعني قصدي كل ما غايب المناهج للوقت لا المناهج ما بتطلع شخص يفكر بشكل ناقض هي مناهج تقليدية يعني مرتكزة على التلقي للامتحان يعني أنا أقرأ عشان تمتحك بعد الامتحان نسأل في دول أنا أعز أديك مثال مثلا في دول حصلت لها طفرة إمكان ما عشان بسبب موارد أو لأنه جاتا يعني اكتشفت مثلا مورد ضخم حصلت لها نهضة زي مثلا دولة سنغافورا سنغافورا من الدول الأدخلت المفهوم التفكير الناقض في التعليم من تسعينيات القرن الماضي عشان كده أخذت فترة يعني قرابة الأكثر من 25 عاما فالأسر بيكون الآن بيصهر وبيصهر يعني بتغيير شامل في الحياة سنغافورا ما هي موارد؟ ما هي ما ارتكزت على الموارد ارتكزت على الإنسان بلد غلي لكن برغو مشكلة لكن التطور كان في الإنسان مثلا الآن برضو في دول في المنطقة العربية منطقة الخليج أدخلت هذا المفهوم لأنها إذا عندها موارد مادية خلينا نقول عايزة الإنسان المنطقة بتاعتي يكون مثلا بعد 20 عام عنده مستوى تفكير يقدر يدير هذه الموارد دون حوجة مثلا لعمالة خارجية أو كده لأنه عايزة عندها رؤية للإنسان هو كركيزة لمورد حي يبقى محتاجين إصلاح منهج التعليم بالتأكيد عشان تكون لين الضلع من أضلع التنمية في السودان طب الوجه المقابل للقصد يعني التفكير ناقد غايم الحاضر شوه؟ المشكلة ما هو يعني فيه آثار مجتمعية ومعتقادات سالبة في المجتمع نفسه مثلا يعني ما هو الإنسان عنده مراحل عشان يصل قبل المدرسة عنده الأسرة بعدين المدرسة بعدين المجتمع من يحولون البيئة اللي يعيش بها المدرسة نفسها أو أول خلينا نبتد بالبيت البيت لأنه الناس قبلهم يعني عندنا مسألة قبول الاستماع للأطفال أنه مثلا السلوك بتعنيه الطفل يمنع من الحديث مع الكبار لا ينظر في عيون الشخص الكبير لأنه بيربطوها بالاحترام بالتقدير نوع من التأدب أو كده بمشي مرحلة المدرسة بيلقى برضه نوع من المعوقات أنا بفتكيرها دي كلها لتفكيره الناقض أنه الأستاذ بيعتبر الفصل هو القائد فيه ما بياخد عملية تعليمية أخذ عطاء فما بيد علم التالب أنه العملية التعليمية دي فيها قبول الرأي استماع للرأي الآخر ها أنت عاوز الأستاذ يشاور الطلب ما هي مفهومة مشاورة لا يقصد يقبل بالرأيه ضد ضد ويحاول هو إذا هو الأستاذ ذاته عنده المهارة بتاعت التفكير أنه يقنعهم بالمادة اللي هو بيقدمها وهمها كتاب صدر في الخمسينات لفاولو فيراري اسمه تعليم المقهورين وذلك ده تربة برازيلي وكان بيفتكر أنه واحدة من مشكلات التنمية في برازيل سيادة من أعداء من التعليم سمى الطلاب اللي بيتلقوا معلومة من الأستاذ مباشرة دون أي مساهمة منهم في التفكير مقهورين في التفكير بأنه تعليم للمقهورين لذلك نادم من ما يسمى تعليم الحواري أنه الفصل ساحة للحوار ما ساحة للتلقيب صحيح حتى مفاهيم الدموقراطية بتوضع كنف مثلاً بالفصل ممكن خلينا نكسموه عليه جسئين كل شخص يحاول إثبت رأيه بالحجة فده بنمي مهارة القبول الرأيي الآخر الله يا دكتورة بيقمعون قمع كنت بس جرد طالب يقول إضافة أنت عارف أستاذ غسان حتى أنا يعني مثلاً استمعت لبعض الطلبة بلاحظوا أنه المادة التعليمية أحياناً تتحول لمادة عقابية يعني أنه مثلاً المادة خلينا يقول يعني ينقل مادة من الكتاب في الكراس عشرين مرات ليس بغرض أن الكتاب نفسها لكن هي كنورة عقاب فده بيكون يعني بيكون تنفير للطالب من المادة إذن من البيت تبدأ مسيرة القمع للإنسان مقموع ببعضنا أنه ممنوع وهي المشكلة أنه الناس ما بينظروا لهي لا إحنا بتوصيفة الناس بيفتكروا ده تقاليدهم ده إرسهم ده سلوك ماذا سلوك من هم قائمين عليه لكن الآن بحاول معاكم المشاهدين نفكك بتدرج عيوب الشخصية اللي بتعيق التنمية صحيح في البيت تتعلم القمع مش كده أو بتقمع و بتبدأ رأيك وإنت ما جوز من حالة الحوار اللي موجود في المدرسة ولا بيسمعوا لتساؤلات بيجيبوا لها أو كده لهم نعملوا حياة ظريفة إذا سألت كثير طوالي بوصفوك الجنة الكلام كثير ده سكتوا بالله هو فيها قمع أكثر من كده وكده ما قدر يتعلمه عارف سيد غسان أقول لك حاجة مثلاً إحنا في العلم الإدارة من العلوم اللي هي متطورة لا هي علوم إنسانية تمام زمان إحنا درسنا إنه القائد يولد ولا يصنع الآن كل أي حاجة بتصنع يعني إضافة يعني لأنه هي دي مهارات بتكتسب عارف التفكير الناقض ده ميز تشنو إنه الإنسان ممكن يكتسبه في أي عمر في أي مكان بالتدريب بعد التراكم السلوكي والقيم اللي عنده ده صحيح لأنه أنت بتوري الإنسان المشكلة وين وعلاجة كيف وبالتدريب والمهارة يعني هو بيقدر يكتسب المهارة بالميران فدي إنه حتى الآن يعني في بعض الكتب بتتحدث إنه القادة الحاليين إحنا ما حنقول إنه هم حننتظر مثلا الأجيال القادمة عشان تجي بالمفاهيم نغير ذاته حتدربهم وتمنحهم المهارة التفكير الناقض يبقى القمع ده القمع الاجتماعي ده واحد من مظاهر معيقات التنمية في السودان بالتأكيد إذا لمن يطلع من المدرسة بيلقى القمع وين بيكون شكل عام كيف في المجتمع مثلا المجتمع أيضا مثلا عنده كثير من تحفوزات وعنده أشياء هو بيعني عنده لها يعني تصنيف إنه مثلا خاصة أضف للمرأة برضو حاجات إنه مثلا النظر نوعية الحديث الكلام إبضاء الرأي المخالف كل هذه الأشياء يعني هي في المجتمع ما مقبولة لأنه يعني الآن حتى مثلا يعني الآن مجتمعنا السوداني يبحث عن الديمقراطية ولا يجدها لأنه هو نفسه ما متمرن عليها فده يعني ده جزء من المشكلة وأنا فاهم نظرتك الإصلاحية للمشهد كله التعليم واحد من الأشياء وأنا ده ميال الضرب الأمس المباشرة يعني وكذا طبعا الشخص بيتربى تربية قمعية بيتحول بيتالك بالضرورة إلى قامع مشكلة هو ذات يبقى قامع يعني لا لما يكون في وظيفة ولا يمتلك سلطة ما ولا موجود هو ذات نتائج القمع يعني يبقى قامع ما لنه هو بيكون شنو ما عنده حيادية في التفكير ما عنده منطق في التعامل مع الأمور هو بيأخذ المسألة مشكلة أنا ذكرت لك في الأول موضوع وفرة المعلومات المؤكدة دين من الأشياء اللي هي مفروض تكون متوفرة في أي قرار أنت بتأخذه على المستوى الشخصي الاجتماعي على مستوى المؤسسات على مستوى الدولة كافة الوفرة السودانية ما عنده مسألة المعلومات بيرتكزوا على المسألة المعلومات السماعية بيبنوا عليها أحكام أيوة إضافة يعني خلينا نضرب مثلا تكلمنا عنه القائد طبعا شاعر لك متحفزة كده ما عاوزت تقولي أن نمزج اجتماعية لدقة الاتصاديين ديك ما درين يقولي أمان ده نسمع ملاحظاتك حول ما يسمى ما أنا الآن وصلنا نتيجة أنا وإنتي والمشاهدين أنه الإنسان السوداني نفسه واحد من معيقات التنمية بحكم النشأة والتربية والسلوك والبيئة اللي عايش فيها صحيح أنا باتفق معك أكدنا مكي دي قاعدة أساسية يلا مظاهر الأمر إذا ندرس معه بردو مهم إيه مظاهر مظاهر ما أنا عايزة أقولك شوف إحنا ما أتكلم عن الإدارة الإدارة هو يصنع ولا يولد إحنا قلنا الآن لازم ممكن إحنا ما نضيف له الصناعة اللي أنت بتمنح المغدرات والمهارات الويدانية والإنسانية عشان يعبر عن نفسه يعني حتى مثلا أديك مثال عشان يكون واقعي مستوى الخطابة لما شخص يخاطب المدير يخاطب موظفينه على مستوى الدولة المسؤولين لما يخاطبوا شعبهم اللقاء فيها ممكن يكون حدة ممكن يكون فيها يعني عدم انضباط في المفردات ليه لأنه هو انطباعي وانفعالي فالشخصية السودانية انطباعية وانفعالية ليه لأنه لا عندها المعلومات والتحليل المنطقي للأمر قبل ما هي تصدر حكامها فتجدوا من يعني النواقص بتاعت التفكير الناقض إذا هو كان موجود لأنه يعني ما تدرب وما تربع عليه في التعليم بتكون دي مشكلة الانطباعية والانفعالية هم من يتاج لياب المعلومات جزء من المشاكل الإدارية اللي هي بتنعكس تخصيصا يعني على الاختصاط في الإدارة إنه اللوم بيلقى مشكلة بتلمي يعني كل شخص بحاول يرمي الخطأ على الطرف الثاني فبتكون المشكلة ما محددة وين هي موجودة عشان نحن نعالجها ده جزء من مشاكل العلم الإدارة بيرفع المسؤولية عن نفسه بجولة يعني حتى ولا بيتحمل جزء من النسبة منها على سبيل أنه ما أنت لما تعرف مكامل المشكلة بتستطيع إنك تجد لها حل شخصية سنانية فيها مكابرة كده أحيانا في شعر على الله لما نمشي يصدمك ولا تصدمك تقول لي أنت غلطان أوليك أنا غلطان يعني فكرة إنه ما فيش حد بعترف بأنه مخطي أما هو عدم الاعتراف بالخطأ لأنه يعني بتفتقد مفهوم المواطنة أنت عارف حقوقك وواجباتك أنك ما تتعدى على حقوق الآخرين وتحافظ على حقوقك يعني الآن نحن مثلا حتى يعني خلينا نتكلم بنفس مفهومك أنه نضرب أمس الحقيقية أيوة أيوة هل يعني تلقى الإنسان بتعامل مع الشارع العام أنه ما يجزوا منه صح من مسألة عد النفايات النضافة دي الوقوف الصحيح للسيارات صحيح يعني التعامل إنه ما يجزمه لأنه أنت في التفكير الناقض أنت بتنمي فكرة الانتماء للمكان العام ما للانتماءات الشخصية يعني أنت السودان السوداني أو السودان كدولة من الدول الأفريقية اللي هو متحتاج لقون الفترة الطويلة لأنه أنت بتخفف من حدة انتماءاتك اللي هي بتطفي عليك يعني ضغط نفسي الاجتماعية القبلية الحزبية حتى الأسرية بتبقى أنت متجرد لخدمة الوظيفة اللي أنت فيها أو المسمى الموقع اللي أنت فيه لأنه بيحكموا قانون بيحكموا تشريعات ولوائح الشخصية السودانية ما بتحترم القانون مش لأنها هي تتعمد على الاحترام أنا قصد هي فعليا ما بتحترم القانون ما هو القانون ده عشان أنت يعني حاكمته فالقاوي لازم يكون يعني أساسا الدولة هي دولة مؤسسات أوكي وهيأت الناس أنه يحترموا هذه المؤسسات يعني الآن أنا وريك أن السودانين ما رافضين الفكر له الآن في تلقى يعني كل الوسائل التواصل الاجتماعي في مقارنة حاصلة بين العالم الآخر المنظم بيحترم القانون بيحترم الصف بيحترم الحقوق ونحن ما عندنا هم الآن يبحثوا يعني معناهم عندهم الفكرة أنه في جودة هناك وهم بيفتقدوها هم مفتقدين هم ما قادرين يفهموا السبب أو الاجتماعي ما عندهم دور بارز وعلماء النفس في السودان أنه يوضحوا أنه هي المشكلة أنت لازم يعني تدمج هذه المفاهيم في المجتمع وفي التعليم وفي الأسرة وفي الخدمة المجتمع المدني لازم يكون عنده دور في التوعية للناس على مستوى الأسرة عشان نبني إنسان بالقيم دي فبيكون لما الدولة فيها دولة مؤسسات هو ما بيخترق لأنه هذا السلوك الطبيعي اللي ورد عنده يعني بداية التغيير عبر التعليم هذا قصدك التعليم والتدريب للموجودين تمام يعني إحنا الآن عشان ما نكون نتكلم كلام نظري بالإمكان أنه نحول الشخصية السودانية لشخصية ناقدة قادرة على التفكير الناقض بالتأكيد أي إنسان إذا غيرنا مناهج التعليم وإذا دربنا الموجودين هي مهارة يمكن اكتسابة مهارة وكتسابة باللغة إذا ممكن نغير منظومة القيمية كلها يشيرها يرميها يخد منظومة تانية أوريك ممكن نأديك مثال حقيقي الآن الشخص نفس الإنسان اللي أنت ربيته بالقهمة اللي أنت وصفته قمع له أيوة لما نيجي يأخذ مثلاً عايز يأخذ وظيفة وعنده مقابلة للاختبار الوظيفي هو بحاول يعني يكون متوازن لأنه أي نوع من الأثارة السلبية اللي كانت موجودة عنده إنه هو مثلاً ما بينظر لعين الشخص المتحدث معه أيوة يعني لا يقبل الأسئلة اللي هي فيها بتديك إيحاء بإنك أنت عندك حيادية يحاول يتمرن عليه عشان يحصل على الوظيفة لأنه هذا نفس الشخص اللي أنت إذا هو تصرف بالطبيعة اللي هو تولد عليها وترب عليها وتعلم عليها الشخص الممتحن سيوصفه بينه هو شخص مهزوز مهزوز يعني ما عنده الثقة بنفسه الكافية أنه هو يعبر عن نفسه بمفردات جيدة من الشخصات الثانية عندها ناطقية يعني تقدر تعبر عن نفسها كويس الآن ممكن تلقالك طفل صغير من أي جنسية يعني بليغ جدا قادر على التعبير عن نفسه إذا قارنته مع شخص كبير حتى في السودان تجد العكس يعني صحي الكلام؟ صحيح لأنه ما أنت في البيت بتفتكر الصوت العالي للطفل ممنوع أسئلت غير مجاوب عليها إنه يشترك في الحوار الدائر في الأسرة بيفتكره أنه أنت أصغر من أنك أنت ما تقول رأيك تقول رأيك يعني فدي مفاهيم موروثة بس هي ما صحيحة عشان كده إحنا تكلمنا على الجودة التعليم اللي إحنا فيه يعني يمكن أجيان إحنا والجيالة لقبلنا ما وجدنا هذه الأشياء عشان نمين ربي أولادنا تنعكس لكن الميزة الموجودة في الإنترنت وأنا أفتكر والعوالم المفتوحة الناس ممكن تكتسب تغير من سلوكها من مفرداتها يعني بالله التغيير بالاكتساب ممكن ممكن جدا يعني حتى الخطابة وطريقة الكتابة إنك ممكن تكتسبها عن طريقة المعرفة إنك تضيف لنفسك معرفة إضافية عن طريق أي وسيلة من وسائل الموجودة في العالم يعني موتاحة في الإنترنت إنك ممكن تكتسب هذه الأشياء طيب أنا أعود أن أخذ منحة تاني برضو لأنه أنا بعاين لمعيقات التنمية في السودان بوضوح بيوصف السلوك الإنتاجي للسودانيين بأنه متراجع بل أنه كسول الموضوع دي سواب أشياء أول حاجة طبعا مشكلة السودان خلينا أبتدي لك من الموارد ما إحنا لشان نتكلم عن الإنتاج لن نتكلم عن الموارد طيب الموارد في السودان السودان زاخر بموارد مختلفة طبيعية موارد بشرية يعني دولة عبارة عن كنز من الموارد رغم كده نحنا ما عندنا عوز في التعليم عندنا فقر مطقى عندنا عندنا موش ما عندنا 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 الحاجات دي متوازنة عشان كده أنا بسميها مفارقة الموارد يعني عندك لعنة في كل الكتب الاقتصادية بتجدها مسمدة موجودة أنه في لعنة لعنة دولة اللي عندها موارد أكثر مما يجب هي بتصاب بفقر أكثر مما يجب عجيب بالله المقاربة كده هي هي نحن السودان عامل كده من الدول الكده رغم كثرة الموارد لكن الفقر متزايد بالظبط كده عنده أسباب مختلفة من ضمنها الإنسان نفسه من ضمن أنه لما يكون ما في أنسنة للتنمية بيكون في فوارق في الدخل في فوارق في المجتمع بيكون في تهميش بيكون في يعني يعني لما تلقى ما في أنظمة حاكمة ستكون دي بؤر للفساد بمجرد ما تدخل هذه المعيقات يبقى الإنسان سيحصل له تدمير الموارد لا يمكن استغلال سيكون في حروب ونزاعات على الموارد كل عايز الشخص يحصل على أكبر نسبة منها سيكون في المجتمع البيئة السياسية ما متوافر فيها الديمقراطية كل المشاكل ستتراكم بسبب وجود هذه الموارد فالإنسان السوداني طبيعة الاقتصاد وهو قائم على اقتصاد ريعي يعني عندنا الموارد ينبيعه عشان نجيب دخل ويكون دخل ضعيف أنه يكون هو الموارد يعني للصرف على الدولة السودان هو ممكن ينجو إذا حول الموارد لموارد اقتصاد انتاجي أيوة الانتاج هم الأفراد اللي بتنتج فإنت لازم تشغل الأفراد كذلك في أن الموارد الموجودة تكون انتاجية وفيها استدامة فعشان كده الإنسان هو الشخصية السودانية المحصول يبيعه ويخلص منه هو بيحصل على موارد يكفيه لفترة لا هو مش يبيعه يخلص سيارات لا بيبيعه هو بل ما يحصده بيكون باعه وزاك إن شاء القريش خلال بعد شوية المحصول ينص الشخصية اللي هي تربط علينا هي تكون انتاجية ممكن تعمل مشروع من داخل المشروع للآخر تكون في حالة استثمار متواصل والموضوع ده كله بيبدأ من إعادة بناء الإنسان الفلسفة كلها هنا إنك تعيد بناء الإنسان عايز تبني اختصاب جيد أنت لازم تبني إنسان جيد عبر التعليم وعبر المجتمع تدريب والمجتمع والأسرة لكي كده قلت لك التنمية الاستدامة الأول المتحدة قالت هم ثلاثة مشاركين فيها الحكومات والمجتمع المدني والأفراد نفسهم أنا قلت تبني الحلقة طولة أكثر من كده لكن بفتكر هذا الكتاب كل اللي قاعدين نعمل في الوراق أنا رؤوس المواضيع بس بنطلق نطلقها وكده لكن العودة إلى كتاب دكتور النازي مفيد وأفتكر إضاءات اللي قدمتها في الحلقة دلوقتي تضيف أكثر للكتاب شغالة على مشروع تاني كتاب جديد والله أنا بفتكر يعني أنا مركزة على أنسنة التنمية في محاور مختلفة عشان نقدر نصل أنت بجتي سوسيولوجيستة أكتر لأنني ماشي على النهج اللي هو ماشي على الأمم المتحدة يدخل الأبعاد الاجتماعية والبيئية في الأبعاد الاختصادية أنا در أشكرك دكتور على الحلقة دي شكرا جزيلا أنا سعيدة بهذه الحلقة الله سلام الشكر وكل الشكر للمشاهد الكريم الذي يتابع الوراق الفائدة من أفتكر يقدم الوراق الإشارة لهذه الكتب وهذا النقاش هو محاولة تقريب في الكتاب لمصلحة القراء لذلك يذهب للبحث عن هذا الكتاب التنمية والنزاهة إشكال يد اقتصاد السودان الدكتور النازق حامد الهاشمي هذه كتابة جديدة في الاقتصاد ليست الكتابة الجافة التي نعرف عن الاقتصاد في الختام تحياتي والفريق العامل إلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة مع كتاب جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنية شكرا